السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكم معنا النهاردة في تاني فيديو في سلسلة الفيديوهات التعليمية عن جهاز Sensitive Imago وبرنامج Live Stream أحدث التقنيات الطبية التشقيصية والعلاجية الروسية في العالم النهاردة هنشوف تاني خطوة بعد ما شفنا الخطوة الأورانية وإدخال بيانات مريض وإدخال الشكاوي والتحاليل الخاصة به النهاردة هنشوف إزاي بنختار الأعضاء والأجهزة اللي هيتم بحصها أولاً بنبدأ بالBase Catalog سبع أنظمة أساسية أو سبع مناطق أساسية في الجسم بيبدأ الجهاز يمر عليهم كلهم على مستوى عليه يتأكد إن كل حاجة تمام وبعدين بيبدأ بعد كده جهاز 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 القلبه لعوة الدموية بيبدأ يغطي اختار الأورجنز أو المناطق اللي هو محتاج يعمل لها فحص زي ما احنا عارفين إن الفيديو ده بنعمل فيه فحص شامل وبالتالي هنقوم باختيار كل الأجهزة والأعضاء المتاحة قدامنا في الشاشة دي خلينا ننتهز الفرصة دي واشرح لكم كيفية عمل الجهاز والفلسفة الطبية والهندسية اللي تبنى عليها واللي قدرت توصل دقة التشخيص الطبي لفوق 96% وفي زمن لا يتعدى 15 ديئة وبمنتهى الأمان السادة الأطباء بيتفقوا على إن كل عضو أو جهاز في الجسم اللي هو منطقة معينة في الدماغ بتتحكم فيه عن طريق إرسال واستقبال إشارات لها أطياف موجية وترددات محددة السادة المهندسين قدروا يصمموا مستشعرات علية التقنية قدروا يقيسوا يرصدوا بها إن كل خلية ونسيج وعضو وجهاز ليطيف موجي وتردد محدد وحسب حالته الصحية بناء على الحقيقتين العلميتين دول تم عمل مشروع عملاق برعاية وزارة الصحة الروسية لقياس الأطياف الموجية الخاصة بأعضاء وخلايا الجسم البشر لملايين البشر في مختلف المراهل العمرية داخل مستشفات وزارة الصحة الروسية وعن طريق التجارب السريرية الموثقة تم إنشاء قعدة بيانان ضخمة تضم كافة الأطياف الموجية الخاصة لكل عضاء الجسم وجميع الكائنات الحية التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان وكمان الأطياف الموجية للحالات المرضية الموثقة من خلال التشخيص الطبي المبني على تحليل وتجارب سريرية طبعا قعدة البيانات دي بيتم تحدثها بالأطياف الموجية الخاصة بأي مرض جديد أو البول استكمالا للجهد الرائع ده كمان قدروا إنهم يزودوا قعدة البيانات بجميع الأدوية وأطيافها الموجية الموجودة سواء عالميا أو محليا والجهاز بيقدر يحدد الجرعة المزبوطة مش بس كده وموعدها الصحة كمان لكل مريض حسب حالته الصحية وده عشان بقى عندنا الطيف الموجي للمرض وكمان الطيف الموجي للعلاج المتاح في قعدة البيانات هنشوف قعدة البيانات دي في الفيديو اللي جاي والخاص بتحليل البيانات وهنستعرضها مع بعض بالتفصيل دي فكرة مبسطة عن الأساس العلمي للتكنولوجيا دي الجهاز بقى بيعمليه بالزبط عشان يعرف التشخيص بالدقة العالية دي زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات ان الجهاز مزود بمستشعرات خاصة جدا وعالية التقنية اللي بتقدر تحصل للأطياف الموجية والتردادات الموجودة في الأعضاء التي تم فحصها لحد مستوى الخلايا وبدقة متنهية وده دور الجهاز اللي حضرتك بتفحص عليه أول ما بنحصل للأطياف الموجية والتردادات الخاصة بالأعضاء موضوع الفحص وتسجيلها في ملف العميل بيتمى مقارنتها بقاعدة البيانات الموجودة والمحدثة دائما واللي بمنطقة البساطة بتقول الطيف الموجي ده بيتطبق مع كذا أو كذا أو كذا وهي دي المعلومات المستخبية اللي انت ما بتعرفش عنها حاجة إلا لما بتوصل للحالة المرضية المزعجة على فكرة جسمنا حاول بكل جهده على الشفاء الذاتي وما قدرش يعملها لوحده قبل ما يمرض يعني الأطياف الموجية بتاعتك بيتم مقارنتها بقاعدة البيانات بالكامل وبيتم رصد أي شيء متواجد داخل الجسم حتى لو لم ينشط بعد ودي طبعا حاجة في منتهى الرواع ولنفس السبب الجهاز بيقدر يتوقع أي مرض سواء كان بسيط أو كطير وأنا آسف على اللبز يتوقع احنا بنقول يتوقع إنه فعلا بيتأكد إن المرض هيحصل لو الشخص مستمر على نفس نمط الحياة وهو بحالته دي من خلال مقارنة أطياف الموجية الموجودة بقاعدة البيانات واللي تبنت من تجارب سريرية وفحوصات طبية موثقة المعلومات دي لا يتم استنتاجها أو توقعها دي معلومات دقيقة جدا وقيمة جدا الحمد لله كولل الناس اللي عملت فحص طبية تشخيصي باستخدام الجهاز والتكنولوجيا دي وبعد ما ظهلوا من النتائج ودقتها وبدوا يسألوا إزاي التشخيص الطب يبقى بالسرعة والدقة والتكلفة البسيطة دي وطلبوا مني أشرح بالتفصيل وشكل مبسط إزاي عمليه التشخيص بتتم وإيه سبب الدقة العالية اللي بتعد 96% وبدون مبالغة أعتقد أن القصة دلاتي واضحة ونقدر نلخصها فإن التكنولوجيا دي هترفع كفاءة التشخيص والعلاج الطبي بدرجة كبيرة جدا وهتساعد الساد الأطباء في توفير نظرة شاملة عن الشخص واللي طبعا لو توفرت للطبيب المصري هو عارف هينجز إزاي في أسرع وقت وبعل جهد وأفضل نتائج ممكنة عايز أأكد على ضرورة مواجعة طبيبك بالتقرير وعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد استشار الطبيب وعلى فكرة دي تعليمات الهيئة الطبية الفيدرالية الروسية وهتلاقوها مطبوعة على كل صفحات التقرير الجبس من بشري معقد أكثر مما تتخيله الساد الأطباء هم أصحاب قرار التشخيص النهائي اللي احنا بنضمنه دكت المعلومات اللي لما الطبيب يعرفها عنك فرصتك في الشفاء أكيدا إن شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تعرفوا كل جديد وتستفيدوا من التقدم العلمي في مجال التشخيص الطبي اللي احنا بنتكلم عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر